القصة اليوم من اليوتيوبر الذي يستغل اليوتيوبه لكي يغطي على جريمة قتل هذا هو كيف يكون قتل قتل صاحبته الذي كانت حاملة بدره عمره 3 شهر و 3 سنة هذه القصة لم يكن لديها الكثير بالضبط في ايرلند اليوتيوبر اسميته ستيفن وعنده 32 عام والشان الذي يبقى الى الان اسميته فوت ساكسن 07 والذي كان يدير فيه مراجعة للألعاب ومراجعة للأفلام والمسلسالات نهار 18 ديسمبر 2022 يعني غير شهر 12 اللي فات تلقى لائف شين ديالله Live Gaming Stream The Violent Night Of Christmas والليل ترجمتها كانت يعني بدل الألعاب المباشر في ليلة كريسمس العنيفة هذا اللائف كانت فيه ستيديا السواء وأول حاجة يقال فيه هو رزع ما ما غاديش يقدش يجوب على المساجات ديال الناس اللي كيتفرجوا حيط البروغرام ديالستريم كيتكوانسا I can't check the live chat which is a real shine so by all means talk amongst yourselves وحتى مني قالوا لي الفانس ديالله راهم من التليفون قال لارا ما نقدرش لكنش التليفون كان ضيع فيه الوقت بسبب تيكتوك دكشي علاش خليتوه في البيت الاخر نخليه دابا live واللي غيكون اهم دالي لفذ القصة ونمشيه النهار من بعد يعني 19 ديسمبر 2022 واللي التصل فيه ستيفن بالبوليس وقال لهم راني لقيت الجوتة ديال صاحبتي ناطالي اللي حاملة وطيحة في الكوزينة ديال دارها البوليس جاو اخدوا الجوتة ولا الجوتة حيث كانت حاملة واخدوا حتى ستيفن معهم حيث هو اللي يلقاها وفي نفس الوقت كان مشكوك فيه اللي هي حاجة عادية فوق ما كيكون شي مردر اللي القاهرة واللي وولتا وكيشوفوا معه بمجرد ما بدأوا معه التحقيق كانت اول حاجة دارها هي يجب التليفون ودخل الشين وبدأ كيوررهم في اللايف اللي كان دار وباللي كانوا ناس متابعينه وكيتفرجوه فيه وهذا كي يتعتبر دليل قاطع اخدوا في الوقت التي استقتلت فيها ناطالي والتي هي تسعود عنس هو كان د��الايف وخمرة مرة كانت يغبر في اللايف ولكن غبرات كانوا مدتهم قتصار مجرد موضوع أو معامل أحد الذي لم يخبرت بها فوق يعني لا يمكنني ان يتقتل من دارها وغيرها في ذلك الوقت وممكن ما قلت هذا كان دليل قاطع وهم يجبه وتم بوريس بدأوا برستخداموا تحقيقاته 断ت قتل ملاقفة ملاقة بالناطالي الذي أحبته النמו و توجدوا بالنعم و لم إنتقل تcede من الماتش يتضرباتهم محارش بالنسبة ل visualize 10 ديوم هو نفس سؤال في*) كل شراء البوليس و قالوا أن الوضع عداء أخيرة أصير Shot ويقول له في 2022 كنت قوانbu anding في حياتي سوف تفهمهم بالنسبة Syrian المعاناة والخسارة التي تعرضت لها من تمنهاش الأخيب الأعداء أنا ماشي باخير ومعمرني كنظن أنني سأعود باخير خسرت بزاف ولكن أنا باقي هنا ونهار 25 جون فيا يعني شهرين هذه لاح فيديو آخر الذي يهضر فيه على واحد الجيم من بعدها بسيمانة بالضبط نهار 31 فات شهر واحد رجعوا البوليس وشدوه والدليل هاد المرة أنه فاكة ولا زيف اللايف اللي كان دير في يوتيوب وكان مسجلوا من قبل في الوقت الذي كان هو يقتل فيها ناطالي واحدة الناس الذين كانوا يتفرجون مشكوش بالذين مسجلوا وهذا شيء بسباب الجملة الأولى الذي قلت لكم قال لهم حقارة البروغرام ديالي بخاسر والتليفون حييته باش من تلهاش البوليس من بعد ما ضغطوا عليه عتعرف بأنه كان مزور ذاك اللايف ولكن قلوا مراني ما قتلتش أكنت غير سكرار متكيف الدار البوليس بيانسير ما تيقشت شيء حيث تشف ذاك اللايف اللي كان غير مسجل كانت بزاف ديال التلميحات اللي كتأكد أنه هو يقتل حل واحد اللقطة تدكر اسمية ديالنا طالي وصدك اللايف بالتحكول بحل بسخرية وعاوتاني هو وسطيك الطنوبيل في اللعبة ديالجتاء بدك يغني واحد الأغنية اللي بالعربية كترجع اللي خصني نقتل هاد العاهرة خصني نتحننا منها وعاوتاني واحد اللقطة كيقول بلي قرار البوليس اللي كيموتو وهم كيديرو خدمتهم بزاف لكشي علاش انا ما غير نقتل حتى شي واحد من غير في مني يكون لعب وجملة اخرى اللي كانت كتتعاود فيه بزاف هي أنه زع ما رغنا نبقها في غير في الدار وما غنخر الشقع منها هاد خونا دكي ممكن لغ في نفس الوقت كما قلت لكم كان مرة مرة يدير بوز وفي واحدة من هذه السراحات وبالضبط في الساعة تسعود ستو عشرين تبدلات سكرين من هادي لهذا البوستر ديال الفيلم اللي ممتلو جيمس بوند وعاقلو أن الجوتة البوليس قالوا بأنه ماتش مع التسعودونس اللي قريبة بزاف من الوقتها فاش هبط البوستر هادشي علاش كيقولوا أن الوقتها فاش هوا بيين ذاك البوستر كان ديك الساعة وصل عند ناطالي وقتلها ستيفان من يرجع قال لي هم حقز محولية ركت حطيت المانيطة مقلوبة وتتورك على البوطنة بالغالات ذاك الشي علاش بان ذاك الفيلم احنا كنا عارفين باللي هادشي ما يمكنش يطرح ولكن تيكاد قولوا ليش هو غا يدير هادشي وش هو غا يبغي يفرش راسه الجاوب هو غا يبغي يفرش من قوة ديك التساطي اللي فيه و تتاقى في النفس قرد تاوحد ما غا يفهم و انا عم دله حتى ما استعجعت بحركك مبيني وبين راسي في اللايف ولكن يبقى اخطر تلميح هو وفيد كان يقول بلي كريسمس هادلعام غا يكون في شكل وكا يبدأ يسحا و يضحاك في الفيديوهات وفي الاخر دي اللايف بدك يقول بهم بداوا تبغيوا الناس اللي كتعرفوه ووهدر على الحب الزاف البوليس من بعد ما شدوه قلبوا لي تليفونه لقوا فيه تسجيل دي الام و الاب دي الناطالي وهو ما كيدويوه واللي كان سجله مني مشاشافهم وراء الموت وخلاه زعمة امه باش من بعد يرجع ويأخذك تسجيل ويشوف الشاكين فيه مهم القصة باقي جديدة وباقي بزاف ما معرفش حال علاش قتلها واش الولد اللي كانت حاملة بيه وولد ستيفن او لالله وحتى الحكم عليه ما زال ما تصدرش ولكن اللي خصصكم تعارفوه وانه الولاية اللي ساكن فيها حتى التحكم عليه بالمؤبد فالمؤبد عندهم هو 25 عام وممكن يخرج قبل بحسن السلوك في الحبس وهذا الشيء اللي كانت في ستوري دي اليوم اللي بغيتوش بقى اوب ديتشد مع الشيء اللي طاري تقدروا تقلبوا في انترنت وتسناوا أخبار جديدة اللي ستخرج على هذا القادية وإذا أعجبكم هذا الكلام لا تنساوش تقول لي في كومنتر فارطة اجواء مع صحابكم وما تنساوش تأتي عندي الانستغرام راجع اسكنت بوستي في الريلز رادرت واحد دي الانترانمان واحد دي الاجواء دي الرمدان هنا في كندا ما نطورش عليكم وطلوا فراسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي باي